مرحلة صحية خطرة للغاية هي التي وصل إليها الأسير محمد القيق فبعد ثلاثة شهور ما زال الإضراب الذي بدأه مستمرا هادفا من ورائه إلى حرية منزوعة بغير وجه حق سلطة الاحتلال التي ما زالت ترفض الاستجابة لمطالبه تحاول جاهدة الالتفاف عليها بكل السبل واضح أن السلطات الإسرائيلية على اختلاف تشكيلاتها القضائية والسياسية والأمنية تعتبر أنها في حرب مع محمد القيق ولذلك سدوا كل الأبواب والمنافذ على الرغم من أنهم هم من كانوا يطالبوننا ويلحون علينا بتقديم مقترحات متكاملة التحركات الشعبية لم تتوقف في محافظات الوطن وكذلك الجهود السياسية التي كان آخرها طلب الرئيس محمود عباس من وزير الخارجية الأمريكي ضرورة التحرك العاجل والضغط على إسرائيل للإفراج عنه من يد الاحتلال عرض موضوع الأخ محمد القيق في إطار لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي فقط يعكس مستوى الاهتمام بهذه القضية لأنها هي عادة قياس لمدى اهتمام المؤسسات الرسمية والشعبية بحياة الإنسان يعني حياة الإنسان ليست رخيصة وبالتالي يجب أن تبدل هذه الجهود الجهود لم تنقطع ويحذر المراقبون لحالة القيق من تدهور خطير في صحته بعد تعرضه لنوبات قلبية شديدة عدا عن فقدانه السمع والنطق بنسبة عالية بالإضافة لنقصان عشرات الكيلو جرامات من جسده الذي يحارب به احتلالا يدير ظهره للجهود المبذولة لإنقاذ حياته لم يبقى أكثر مما مضى على حياة الأسير محمد القيق إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه فبينما يصارع الموت تبقى إرادته التي بدأ بها إضرابا مفتوحا عن الطعام تخوض معركة حامية مع الاحتلال عنوانها الحرية من مدينة رامالله أحمد شاور تلفزيون فلسطين